والله العظيم ما دخلت قاعة الفرح ولا عطفتها ومعرفش انت بتعملني وحش من ساعة مضادة راح وهو اللي كان بيجيب لي حقي منك ولو انت شايف شوفة تانية اقولي وكل واحد يروح لحاله ده اللي قالته شامق سعيد الميكب ارتست بعد ما تورطت مع جوزها اسماعيل الليسي بسبب فرح اختها صبرين يا ترى ايه اللي حصل كواليس كتير هنعرفها في الفيديو ده زي ما انت زعلان على ابنك ايراد انا زعلان عليمة ايراد ده ضناية وانا لما كان بيتعب كنت ببقى معاه وانت بتيجي علي كتير كلامنا هنا عن لحظة فضفضة لشايمق سعيد الميكب ارتست مامي الضادة مع متابعينها وده في وقت ما فرح اختها صبرين كان شغال وهي كانت قاعدة بره علشان مش قادرة تفرح مع اختها في الظروف دي يا ترى ايه الحكاية فتحت لايف في الوقت اللي كان كله متوقع انها جوة مع اختها في الفرح وبتشاركها فرحتها لكن اللي حاصل كان مفاجأة شايمق بتحلف لاسماعيل انها ما عتبتش باب القاعة ولا دخلت الفرح وكانت قاعدة بره علشان بس تحسس اختها اني مفيش حاجة لكنها مش قادرة تفرح زيهم من قلبها لاني فرحتها مكسورة وفي حتة نقصة مش موجودة وقالت لاسماعيل الليسي انها محضرتش الفرح ولا شافت شكلها ولا تعرف بيعملوا ايه جوة كل اللي عملته شايمق انها عملت الميكب لاختها في الفندو وبعدها رحت معاها القاعة وقعدة في مكتب علشان تعمل لها الميكب التاني وبس واختها مقدرة مشاعرها ومش غالتش اغاني في القوضة ولا فرحت علشان تراعي مشاعرها وعلشان ضادة غالي على الكل وحاولوا يمسكوا دموعهم وده اللي قالته شايمق في لايف ليها على تيك توك وهي بتوضح للجمهور والجزها موقفها من الفرح الكلام ده اكده جد ضادة وقال والله ما دخلت القاعة جبرت باختها ومشيت وكشف مفاجأة وقال ان اسماعيل ليسي كان زعلان علشان عملنا فرح اخت شايمق سعيد علشان كده مجاش وزعل ان امراته راحة الفرح لكنها ما دخلتش الفرح اصلا كمان شايمق عد بتجوزها بانه من ساعة مضادة راح واعصابه تعبانة وبيعملها وحش وما بيكلمهاش وقالت كمان لو انت مش عايز تتغير او شايف شوفة تانية قولي وانا اكتب لك تعهد كل واحد يروح لحاله ومش هتجوز تاني وربي عيالك لكن انا من بيت محترب ومن عيلة فما استهلش المعاملة دي وبتحكي كمان شايمق كواليس اسماعيل في البيت وبتقول انه بيعيط على دادة ابنه ليل نهار وهي ما بتقدرش تعيط قدامه وبتمسك نفسها علشان لازم تهون عليه وكل حاجة في البيت وفي الشارع بتفكرهم بدادة الله يرحمه الكل بيحب دادة ومحدش نسيه وكله بيدعيله للدرجة انه حصل معها موقف الشارع كانت ناسي الرخصة والكمين وقفها ولما عارف انها مامي دادة قال لها انا هسيبك مش علشانك ولا علشان اسماعيل علشان ابنكو حقيقي دادة فقلوا بالناس كلها دادة جيل شايمق في الحلم وقال لها بقالي خمسة وخمسين يوم ما شفتش الكلب وحشني هتي سلم علي شوية وهنا المتابعين تعطفوا مع شايمق جدا وفي اللي قال لها حسن بيكي ولازم الكل حواليك يقدروكي وحقيقي الحزن والزعل في القلب وربنا يصبرك وفي طبعا اللي انطقت توقيت الفرح وانه لسه بدري لان دادة ماكملش غير خمسة وخمسين يوم بس وكان المفروض يتأجل وهنا الناس رضت بان صابرين من حقها تفرح لان فرحها تأجل اكتر من مرة يطارت فتكر اسماعيل زعلن من شايمق بالسبب فرح اختها ولا بسبب حاجة تانية شاركونا في التعليقات